مرحبا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعن نبيه الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأعليم الحكيم سبحانك لفهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم يا معلم آدم فعلمنا ويا مفهم سليمانا ففهمنا أما بعد أيها النس من الأقوى العلماء الله يبك لنفسدتنا العلماء ورحم الله الميتين قالوا مش ما الحق مش ما الحق أي إنسان يتكلم في الناس ويقول لهم أيها المسلمون أو أيها النه أو أيها المؤمنون مش ما الحقك حتى أنت لا تدري من معك وكيف ما بي لنا سيدنا الثقيل الله يبارك فيه السيد مصطفى ودى الحومة ديالي صراحة قد أجمل وأتم وأحسن في خطبته والعلوان ديال الخطبة كان يتامح وارو حول الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسان قبل خمس هو جاي بالسلسلات وصل الحلقة ديال غيناك قبل فقرك كان العنوان ديال الخطبة ديالجمعة الإمام ديالنا والفقه ديالنا الله يباك لنا فيه سيد مصطفى يعني غيناك قبل فقرك اغتنم خمسان قبل خمس هو وصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسان قبل خمس ووصل هو التالتة وصل غيناك يعني بدون ترتيب في الحديث هو وصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وغيناك قبل فقرك صراحة كانت الخطبة راقية جميلة مبسطة واضحة فجزاه الله وعننا خير سبارك الله عليه الله سبارك الله عليه الله يباك لنا فيه اه عش خرجت هنا اي نعم هكذا كانت خطبة امامنا الله يباك فيه وصبح الله العظيم عجبني بواحد القاعدة قالها شنو قال فيها ابو حفصة قال يعني اقوى العلماء نعم كيف ما قلت لكم كيف ما قلت لكم حتى لا ننسى بعض المرات يخوني التعبير وهذه من طبيعات الانسان الانسان كما قيل سمي الانسان من كترة تنسيانة كما قلنا ما شم الحقي مثلا انا اتكلم في الناس ونقل لهم ايها المسلمون او ايها الموحدون او ايها المؤمنون ما شم الحقي لقد كان لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر امامنا والفقه لنا في خطبته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلم في الناس قال لهم أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام جميل جميل أبو حفصة نعم هذه هي نقطة يعني النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتكلم في الناس ما كنش شي حديد صريح واضح كبير النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتكلم في الناس ويقول لهم أيها المؤمنون أو أيها المسلمون يعني إلا بغينا نتكلموا في الناس نقولوا أيها الناس كيف ما يوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الشرع دينا مش من حقي مش من حقي أنا كخاطيب أو إمام أو فقه نتكلم في الناس ونقول لهم أيها المؤمنون نعم هيدا يعني العلماء تكلموا في هذا الباب هذا يعني إلا بغيت نتكلم أنا عجبتني الخطبة هذه الفقية دينا الله يجزي بخير وأعجبني بوحد القولة دي العلماء اللي كيقولوا فيها بأن المال ليس شراً ولا مذموماً في نظر الإسلام وإنما إنما هو يقضى به المصالح الله يرحم الوالدين شكرنا الحبيب دينا الله يجزيكم بخير الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين شكرا سيدي الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين نعود هذه القاعدة ويجب أن نحفظها لأن الناس يقول لك المال ليس جيدا ما قال ذلك؟ والحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال من مال أبي بكر سيدنا أبي بكر كان من التجار للصحابة سيدنا أبي بكر كذلك الصحابة الجليل موعد بن جابل نعم كنا صحابة أجلاء كان لهم خير كبير وأكبر دليل هو سيدنا سليمان من دعاء سيدنا سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لي أحد من بعدك جميل يعني كما قلت لكم عجبتني الخطبة وأريد أن أتكلم لكم لهذه الخطبة التي تمحورت حول قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس ومن بين هؤلاء الخمسة نعم ما لك غناك قبل فقرك غناك قبل فقرك نعم نعم ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى دبا همشي معكم الموضوع اللي بغيت نتكلم فيه وبالله التوفيق الله ربك يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارنا حاطى بهم سرادقها وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيشا إلا عيشه الأخير أنا كنت أسف وكنتألم كنا ناس يعني كقدموا لي هذه النصيحة وهذه الناس مبين من نموحة الأخي كنت تقول لي يا عمر كنت أرسل الشيء الحواج مزيونين وكثير راساك وتهلر عليك وتهلر عليك وتهلر عليك وتهلر عليك تهلر عليك تهلر عليك تهلر عليك فهذا ليس لباس فهذا ليس لباس تهلر عليك تهلر عليك تهلر عليك تهلر عليك أنت الغريب في ذلك اليوم في هذا الزمان هذا كنا كثير من الرجال يدحسوا مع النساء في المراياه في المرأة والروينه وراجل صحبي راجل راجل ويداعي الإسلام ما يخرج ويحيد محدد ذلك المراياه حتى يدوزوا واحد ساعد المقانه ولا واحد نش ساعد المقانه فتهون نساء يخصوا تيعدل ويقادد ويأعندكم من هنا ياه ويحيد الروايح فقط يكونوا حتى يبنقي نظيف هاد شي هدا الدين دينا يأمرون بالنظافة والمبدرين كانوا إخوان الشياطين وانا عندي مريود الحوايج عام مردامشي ننشر الحوايج هدا تبديل هذا ما أراد الله بهذا من السلطان وش أنا عباد الله بريت نخرج هتعيش معدب بعدها هتعيش واحد الحالة واحد الحالة يرتله ما هتعيش مستقر واحد ما هتعيش هاد ما هتكون شي عندك وحات شخصية قوية شو تبارك الله أبو حافظ اللهم وبارك اه كان توكل على الله السوء ديالي مستورة الحمد لله الأهم شيء أهم شيء في اللبس وتستر العورة ديالك ودابا الغريب الغريب كنا الشباب كمشوا بيكسي ورسوا بالأموال الباهضة وأموال طائلة ولا شيء نشوفوا هاتش هاتش في بيوت الله ومن صحة الصلاة اسمعوا هذه من صحة الصلاة لابد من ستر العورة لابد خيديالي خسر تستر العورة ديالك وسيطر العورة عند جمهور العلماء من الصرات الى الركبة احنا بعض مرة كنخلو الجماعة تلقى بعد واحد ساجد وهو يقول له سبحان ربي الاعلى والعورة دياله كتبان مشكلة رديد فهدك غلط انت كتصلي والسوء ديالك كتبان هاتش هي دراك نشاهدو هاتش هي دراك شحن واحد يقول لي وانت كشتحضين الناس وانت وانت شاهدو شحن واحد تلقاه مسكنك يبغي يحني هيدا ولا كده العورة دياله كتبان هاتش هي دراك نردو لبن الله يجززكم بخير واننا مش كان بنو عليكم ولا لا ما اردتوا الا الاصلاحة ما استطعت وما توفيقيها الا بالله الله ارحم الوالدين نزيروا رأسنا واحد كاسي راسو سباك الله تلقاه شاريسر وهل ما شاء الله مبارك خمسمية درهام تلسمية درهام مئة وخمسين درهام جميل مزيان ولكن السروال لا تستطيع العورة ما هي حبيبيه هذه لا تشوفها دولة مصافية تهبطها وانت نبسنا السروال وانت نبسنا السروال وهبطنها البياسة التي اهدها لي سيدي سيدي ميلود الفقه ديالنا بمسجد سعادة بمدينة الناظور سلوان بمدينة سلوان تقدير الفقه ديالي وشيخ ديالي سيدي ميلود بارك الله لنا فيه هدية كان اسم الشيخ ديالي سيدي ميلود جميل نعم يا أحبابي أخوتي في الله هذا هو غلط كبير شخص الشباب يمشي تكسى وكتلقاه يحط الفلوس ومع ذلك هذا اللباس لا يستطيع العورة كيف قال الله يا ابن آدمة انزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم هكذا كما جاء في الشرحة الآية تغطي السوءتكم تغطي العورة كيف يقولون الناس هذا الشيء مشكلة والله العظيم بالله عليك انت دخل الجم تصلي وتلقى واحد العورة وكتبان اما في الزنقاء وكتبان وكتبان كما قلت لكم يا اخواني الكرام هذه المشكلة في المساجد وهذه المشكلة وهذه المشكلة وهذه المشكلة وهذه المشكلة وكتبان يقول لكم لا تقولوا التعليق ولكن لا يهم لا نقول العيوب ندقوا واحد الجرس كيف يرشع صوابه ويطلق أسرواله الله ارحم الوالدين من هذا الجامل الذي أردت أن نقول في هذه الرسالة الانسان لا يخضي لن يحب لن يتكسر وانت تكسر واندي ماريو عامر واندي ماريو عامر اعظم لي هو تستر العورة هذا هو مكان وسبحان الله العظيم وسبحان الله العظيم وسبحان رب العالمين كما قلت لكم أن الطبيعة العرب لا يهتموا بالليباس ولا بالطعام كما قالوا والدنا قال لك كل كل تبنوا ودهن بالعسل كما يقول العرب بأنهم لا يهتموا بالليباس أسمعني نجيك الإسلام بيلينا واحد شخصية عظمى وهو ربعي بن عامر وعقله هنبيل لكم واحد شخصية لبصمة عظيمة في هذا الدين وربعي بن عامر عنده مواقف كثيرة في هذا الدين العظيم سيدنا ربعي رضي الله عنه وراضي عن الصحابة جميعان ربعي يعني كان مشى مرسول عند رسوم رسوم هذا كان قائد الفرس فربعي مشى عند رسوم علش بش يدعيه إلى الإسلام رسوم كان هو القائد الفرس ربعي مشى مشى بذك ها ها قد يعديه السلام ربعي ولكن الناس كان في قلبهم كان في قلوبهم والإيمان ربعي رضي الله عنه اسمع اسمع ربعي رضي الله عنه مشى عند رسوم حتى وصل هو ركب على ذك دب دياله بسيطة وحتى وصل والناس يعني فحد استقبال ومفرشين وكده وشحل الزواق وشحل النفاق ورئيس ديالهم بشحل الأصاوار وشحل ديال الدهاب والتجال والكورسي فهمتي وريبعي جيها فهمتي سيدنا ربعي رضي الله عنه جيها مدب دب فهمتي ها قد يو كان فسيدنا ربعي رضي الله عنه يعني أنا جيكم البيت القاصد اللي هنقول لكم فالقصة ديال سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه سيدنا ربعي رضي الله عنه جيب ذك ها قد يو كان حتى وصل عند رسوم رسوم سولوا قالوا رسوم قال الربعي قالوا من أنتم قالوا شكنتما قالوا نحن بتاعتنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن جوري الأديان إلى عدل الإسلام مدب قا يبيله سيدنا ربعي يعني فالختام ديال الكلام ليسا لا سيدنا ربعي من الكلام دياله مع هد هده هالطاقية هده رسوم ف رسوم أعطاه أحد رأي دياله فهد صحابي الجليل شنو قال? قال ارأيتم منطقة الرجل? ارأيتم منطقة الرجل? ارأيتم كلامه? ومع العلم بانه رسم مؤجبون به. رسم رئيس وكيف ما قدت لكم في رحد الهيئة وشحال للباس وشحال شحال 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 شحال. وصيد ناقي بعيد رضي الله عنه باتك القوة دي الايمان دخل عادي دخل الفامسي و لما كيشوف نباح لك ندخل لها بعد الجامعة كنت لقاها مزوق. ناقي جميعا رضي الله عنه. ماذا نباح في رجل و خطبة و خروجنا مناصل. ليس كيف ماذا تتشاهدين؟ اليوم يمكن تعلم الاتحالкольку فقط على السوق ما غيره. فلننفع المجتمع بيشين. يعلم الشريف عليها و تغلق له علامة بلاد من يجيون عندي. طبع من يجيون عندي. طبع من يجيون عندي. طبع من يجيون عندي. طبعهم. وعلى الله اقتلنا في صبيعتنا هذا الناس أدو يمردوا يمردوا من؟ حسنني يديم هذا ما أفعله ونشكر الله والله جميل يحب الجمال ونحقك هذا شيء يعمي يقل لك أنقلبه يقلبه على ضده وذكرني الناس تعاونوا معي الجميل رصوم يعني يوزن السيد وهو كعرف شف سيد جايب سويف دياله ما عنده ش حتى الجوى دياله وجايب ذلك الباراكاو والحويجات ها قدي وعدي وسيد جاي دار الطريق وجايب الغبرات دياله وممسوقش هو دخل عند رصوم ممسوقش هو الإيمان يفعل العجاب العجاب يدك الإيمان فرصوم تكلم وقال لها ذلك الحاشية قال لهم أرأيتم منطقة الرجل سيد كيتكلم بواحد كلام آلي قال لهم أرأيتم منطقة الرجل وشفتوا الكلام دياله كدير ورصوم أعجب به أعجب بالصحابي الجليل عامر ابن عامر رضي الله وعنا وقال لهم وشفتوا التياب دياله واللباس دياله لا مش هو اللي قال شي واحد من الحاضرين هو من اللي طرحت السؤال شي واحد جاوب قال لهم مش واحد من الحاضرين من الحاشية ديال عصوم قال لهم زيما وشفتوا التياب دياله اللباس دياله عصوم هيجاوب وهيطاكي على على هات الصحابي الجليل شي هيقول قال لهم ويحكم قال لهم ويحكم تصونوا الأحساب ولا تهتموا باللباس والطعم من طبيعة العرب تصونوا الأحساب ولا تهتموا باللباس ولا بالطعم هكذا كانوا المسلمين الذين عرفوا الإسلام حق المعرفة الجميل يعني الجميل اللي بغيت نقول لك يا أخي المو شاهد كانوا رعاة الغنم فكانوا رعاة الغنم فأصبحوا سادات الأمم مش باللبس مش بالمظاهر كيف ما قيل المظاهر خداع وهمشي بكم مباشرة إلى حوار صار بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا عمر والخطاب رضي الله عنه قلنا الشريف هنا نقول لكم سيدنا عمر رضي الله عنه كما يحكى بأنه يوم الأيام دخل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ورسول الله يا صاحبي رسول رب العالمين واشكاس اعرف رسول الله واا جميل واا جميل محمد سيد الكونين والسقالاني كيفاشو حد المنظومة حد المنظومة كيقولوا فيها اذا كان كادا فان محمد من كادا ما لناشي رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على حصير المنجريد فاذا بالرجل الشهم الرجل القوي رجل صاحب الموقف سيدنا عمر بالخطاب رضي الله وعنه اندخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير المنجريد فسيدنا عمر رضي الله وعنه في المنظور دي لبقى فيه الحال وتألم سيدنا عمر وقال له يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب رب العالمين انت رسول الله في هذه الحالة يا رسول الله يعني سيدنا امار مابراش ذك الحالة bagnize انت سليم جمل النبي صلى الله وسلم هو اللي علم الأدب خلي اللي احتيưa تكلم خلى سيدنا امار اكمل وسيدنا النبي صلى الله وسلم هيجعبه بكلمة فما يطوش معه سيدنين بيش قلو قلو يا عمر جميل 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 اسمع اسمع يالك تقيل احدى المرايا وتزوق وتعدل او لو رجال كمشو كحيدو احتى الحجبان ديلهم او مصيبة او مصيبة هدي اللطيفة اللطيفة او مصيبة هدي يا صاحب اللهم ان هدنا منكر عظيم يا رب بالسلام لا تواخدنا بما فعلوا وانه او مصيبة صاحب اللهم ايجاب والله انطلبوا الله السلامة والعافية وما يحضرناش رب العالمين فدك النار لا تغرق فيه سفينة حتى النبي ربي اللي نقلنا كمتالي سفينة فيها الصالحين والطالحين الصالحين الفقير سيدي او الطالحين الفقير يعني السفينة تغرق نطلبوا الله السلامة لم يحضرناه في الغريق اليها لنطلبوا الله ندراوش وممتب من قدوش على المشاكل يا ربي توفنا وأنت راضي عنا وقبل ما تغرق سفينا يا ربي راجل يا صاحبي ووقف حدين مرئية وش حال تزوغاس نرجعوا لبيت القاسيط سيدنا عمر فيما ذكرتوا لكم قفيل حاله وتألمه وبين سيدنا النبي قالوا يا رسول الله انت رسول الله وكتناس على حاصر من جريد والفرصة والروم خدميت نعمه وانت رسول رب العالمين أسير رسول الله على حاصر من جريد النبي هاي جاوب اسمعوا اسمعوا ماذا قال له كلام علينا نكتبوه بمائل من ذهب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع سيدنا عمر ويعمل له خاطره ويقول له يا عمر أولى أن تكون لهم الدنيا وتكون للآخرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارات بهذه الكلمات ردها على سيدنا عمر وقال له يا عمر أولى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة وهو نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعوا القولة فيتبعنا أحسنه فهمتوا يا أحبابي نطلبوا الله تعالى نستفلوا نستفلوا ماذك لا مدى أنا أول مدى كان وجهه راسي للأولاني فهمت ايه ها مشكلة صحبي ها مشكلة كتشوف الراجل الخارج يا صحبي واش تقول والله أنا بعده ولو كيتلفوا لي والله العظيم أقسموا بالله ولو كيتلفوا عليهم قدش كان عرف مراجل من المرأة ولو كيتسخر بكو راجل صحبي وخارجه ومعدال وهذه المشكلة ترى مشكلة هذي يا صحبي والله لا مشكلة يا ربي السلامة يا ربي مشكلة صح الله رحم الوالدين وهذا كلامة كامل ها من الأجل نذكروا بعضياتنا وهذا مكان الله رحم الوالدين أخوزي الله يجهزكم بخير الله يجعلنا إخوانا وعلى أخير أعوانا الله أردع لكم الله رحم الوالدين لا تقوموا ما تسابقوا والله أنا كنت جيني عجوبة صحبي بلا دم يقف في المراية وش حال يأدن وش حال يزوق وش حال وش حال وش حال وش حال يوم ما خلينا ننسى ما يديره تشطن معه ما صح وهذا ما كان يا أحباب أخوتي في الله قال إنسان يكون راجل صحبي راجلون رمشي يا جاتو باش تاخدها راجلون رمشي سهل باش تكون راجل ربي قال الحق راجل قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصالة الله أردع لكم يا رجال أخوتي ونجح الأصدقاء قال لي أنت تضرب هاته أنا رجال مستوري الحمد لله ونحن يعيش بني فأنا عايش بني مستوري الحمد لله الله أردع لكم الله أردع لكم لا يجزيكم بخير الله أرحم مولدين اشتركوا 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة